رجالات السياسة اليوم فلوسهم من مين؟ يعني المشهد واضح أكو هسه أنا ما أقل لك كلهم كلهم أموالهم من البلد لكنه أكو بعض منهم عندهم أخوة أموال هذا شيء واضح من من البلد؟ بالتحديد أي محافظة؟ يعني كل الجهاتنا السياسية بنت أموالها من البصرة؟ من البصرة طبعا أخو هذا شيء أساسي هذا أسألك رجال السياسة حاليا أموالهم؟ أو رجال الأعمال من أين أموالهم؟ دعني حتى لا الروح بعيد كل الخيرات التي موجودة اليوم في العراق كلها خيرات لكن الخيرات التي جاءنا نستثمرها خيرات البصرة والناصرية والأعمارة هذه هي المحافظات والنسبة الأكبر للبصرة أريد أن نقول 70% أو 80% من البصرة فكل الأموال التي كانت في المشهد السياسي أو بالدولة أو بالوزارات أو عند الجهات أو حتى عند رجال الأعمال أو حتى الرواتب الناس التي تتقاضيها فهي أساسا من البصرة لأننا لا لدينا مورد غير النفط ولا لدينا منافذ بحرية غير البصرة البصرة هي اليوم سلة العراق هي رياة العراق الاقتصادية وهي البصرة اليوم التي تموّلها هناك الدول وراء ظلم البصرة؟ طبعا اليوم هذا الأمر واضح هذا الكلام صحيح؟ صحيح هذا تصريحك؟ ايه ليس أنا أقوله؟ يعني أكو دول؟ طبعا العراق شوف العراق كله أكو سياسات دولية وإقليمية اتجاه العراق لكنه أكو البصرة اللي هي جزء أكبر من هذا الأمر ليش أبناء الجنوب بالتحديد؟ شوف أبناء الجنوب هم الجنوب أول مرة هو قوة اقتصادية طيب والجنوب هو قوة بشرية والجنوب هو إذا تريد ترجع للتاريخ ما ريد الروح هو يروح فتح 50-60 سنة 100 سنة تشوف المال هو من الجنوب تشوف الثورات اللي حصلت على الطغات هي من الجنوب أبناء الجنوب هم اللي يدافعون أبناء الجنوب هم اللي ضحون أبناء الجنوب هم اللي يعطون المال رجال الأعمال الجنوب هم هم اللي يدعمون شيوخ العشار الوجهة المثقفين العدبة الفنانين لهم بصمة في المشهد العراقي اليوم لو رأت تعرف لي البصرة بسطر واحد تعرف لي البصرة بسطر واحد كيف ترى البصرة؟ يعني كواقع حال مكان أي أي عرف لي البصرة اليوم أنت جايك سائح أجنبي ويقولك أنت ابن البصرة شلون تشوف البصرة تنقلي صوتها؟ إذا نريد أن نتكلم بالكل صراحة بصرة خريبة هم بصرة لا ماء لا كهرباء لا مستشفيات لا خدمات أعتقد أنت تجي تجلس فلوسها وين؟ فلوسها موزعة وين؟ موزع وين موزع؟ موزع بالمجهد السياسي اليوم أعتبر نفسي من البصرة؟ بالمحاصصة موزع فلوس البصرة المحاصصة اليوم نحن على درجات المحاصصة يعني اليوم المحافظين بالعراق هم من أحزاب معينة أم بصرة؟ مثلا اليوم محافظ البصرة من البصرة؟ لا محافظ البصرة جاء بالمحاصصة بالبداية يعني دعنا نسؤال في الواقع غير جابه تياري الحكمة وانتفض على تياري الحكمة اختلفوا إياهم وبعدين هم تدري يعني كل إنسان عنده تاريخ وأعتقد أنه أهل البصرة مثل ما يعرفون تاريخ يعرفون تاريخ أي واحد بصرة من 2003 لهذا اليوم منه أكثر محافظ قدم للبصرة؟ أو إنجاز سواء للبصرة؟ لا يوجد شيء لا يوجد أي إنجاز ما عدا محمد مصبح الله يرحمه المدينة الرياضية يعني فد معلم بالبصرة وبعد ماكو أي شيء البصرة ما بيها يعني غير المدينة الرياضية ماكو ماكو هذا ضعف؟ يعني أنا ما أدري سخاف غلطان أكو فد شيء؟ أنت ابن البصرة؟ أنت تزور البصرة؟ ماكو ماش في البصرة بيها ماء؟ بيها كاربة؟ بيها خدمات؟ بيها مرافق سياحية للناس تطلع؟ بس معقولة يعني أنتو قاعدين على فلوس ونفط وذهب وكل هاي التفاصيل وحياة البصريين هي شيء؟ هو البلد كله هيش عزيزي لا مو البصرة هي القاسة أي خوش ماكو قرار مركزي نفصل البلد مثل ما هو يريد هاي المحافظة الفلان جهة والفلان شخصية وهذه المحافظة الفلان إلى متى؟ والله أعتقد هذا القرار بيد الشعب يعني الشعب قال كلمتا قبل سنتين وأكثر لكنه ما حصلنا فتح بس قانون للانتخابات كقانون بس كقانون بس يا ترى هل رح تطبق الانتخابات مثل ما طموح الشعب العراقي يريد؟ هاي بعد المسألة ما أدري بيها